ممكن لو سمحتوا محدش يروح يشتريك كحك الغالي قوي جدا خالص ده عشان انا بقعد اشوف بوستس وفيديوز ومش عارف ايه على اسعار كحك كده غريبة حبتين انا اعتقد انه انا وانت وغيرنا كلنا يعني احنا شركاء في هذا الهوس هوس الكحك وهوس حلويات رمضان وبتاع يا جماعة وانتو بتروحوا تشتروا لمجرد ان دي مركة يعني ده المحل الموضة ليومين دول يعني ان شاء الله عنه ما نشترينا منه يعني ليه اشتريه من محل لمجرد النموضة وليه اشتريه من محل لمجرد انه بيتقال عليه انه ده اغلى محل في مصر هو احنا للدرجات دي بقى عندنا يعني عادات وسلوكيات برجوازية طب سيبكم من كلمة برجوازية خلينا يفوت برجوازية يعني بس سيبنا من المسألة ان برجوازية من غيره احنا للدرجات دي بقى انا بنحب المنظرة يعني احنا عاوزين دايما نبقى دخلين كده البيت بقى البيت بتكحك من عند عشان ايه يعني ليه بو 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 ده بيعمل كيلو الكحك بستمائة جنيه ان شاء الله عنه محد اشتراه يعني ياكله هو ليه كيلو الكحك بستمائة جوه ايه جوهوش حاجة اه كحك عليه سكر وساعات ما بيدي لكش سكر يا حضرك في كيس زغنطط كده زغنن زغنن طب ايه ليه يعني المكونات دي كلفته ايه ده بيجيب المكونات رخص منك انت وبالتالي لو سمحته بلاش حالة المنظرة والفشخرة اللي ملهاش اي معنى بتاعت ان رايح اشتري كحك من المحل الفلاني اصلي ده بقى احسن واحد بيعمل كحك لا مش احسن واحد ولا حاجة احسن ناس بتعمل كحك هي الناس بتاعت زمان المحلات بتاعت والدتي و والدتك و ابويا و ابوك والناس اللي احنا عارفينها من زمان و كنا بنشتري منها من زمان و ما بقتش موضة و ما بقتش يا دي اللي ملء السمع والبصر فيش اي معنى للكلام ده على الاطلاق روحت يا سلام سلم بقى لو بتعرفوا تعملوا كحك في البيت زي زمان لانه كان فيه مظهر لطيف جدا انا كنت احبه يعني نيمكن انا مشوفتوش عندنا ببيتنا بس كنت بشوفه في بيوت بعض اصدقائنا بعض قريبنا بعض الجيران بيعملوا كحك في البيت و صاجات الكحك العملاقة بتتشال قليسة زي ما بقول لان كنت باشي له صاجت تتشال كده و كحك ناي محطوط في الصاجات و يودوه الفرن علشان يتخبز هناك و يستوي و بعد كده يرجعوا بقى بالصاجات الناس و تبقى شكل لطيف انا بحب الشكل ده اي شيء متعلق بالعادات والتقاليد المصرية الحقيقية حلوة زي بالظبط كده طوابير الناس قدام حالات الفسيخ يعني مثلا يا طبعا الفسيخ ده اكلتنا المصرية التاريخية اختراعها الفرعنة مثلا عسابي المسال طوابير الناس قدام حالات الفسيخ هتقول لي يوسم ما الفسيخ بقى غالي يقول لك بردو القصة مش انك تشتري من واحد مشهور معروف اشتروا من الناس القوصلة اللي هم قصطوات الصنع ادي كل القصة لكن اصل فلان الفلاني ده هو ده الموضة بتاعت اليومين دول لا ما تشتريش منه لانه عادة اكل وحش واسبكوا بقى من الفود ريفيورز اللي موجودين دول على السوشيال ميديا وعلى تيك توك تلت تربعهم مش اقول لك كلهم تلت تربع لقى تسعين في المية كمان منهم اي كلام مهجصين وكل القصة اللي هم عايش وقت عيل اعلان جاية بيروحوا ياخدوا فلوس عشان يقولك الاكل هناك حلو تروح تتصدم الكحك ده ما حصلش الله بيدوب في البقى كذاب حتة خشب تضربه في الحيط يردلك تاني الفسيخ يجنن الفسيخ مليان ملح وناشف وحاجة تقرف كذاب انا تاني بيقولك اهو ما تروحش تجيب الحاجة لمجرد المنظرة جيب الحاجة الحلوة الطعمة الجميلة الزريفة زي بالزبط كده في فصل الصيف روح صيف في المكان اللي انت بتستمتع بيه بجد مش اللي انت عاوز تروح تتصور فيه وتحط صورك على فيسبوك وطبعا احنا في الصيف هنتكلم على القصة دي بس انا من دلوقتي اهو حصورك على فيسبوك عشان انا كنت بصيف في مش عارف ايه والقرية الفلانية والمش عارف الكمباوند العلاني وبلاج مش عارف ايه وحضراتها حفلة مش عارف ايه يا عم روحت بسط مش رايحت تتمنظر ده في الصيف وده جاي تاني في العيد بلاش منظر كل سنة وتطيبين طيب